لا يعز من عاد الله الزوجين ويضال به السمد كل من عاد الإسلام وعاد المسلمين فإنه هذا لا يعز سوف يأتي يوما يغلب وقد يكون ذليلا في نفسه عزيزا في ظاهر وقد يكون العكس يعني عزة الإنسان تنبع من الداخل ولا تنبع من خالف فكم من إنسان تراه ربما جنرال وتراه ربما رئيس كمورية ولكنه دليلا في نفسه محتقر في نفسه ولو كانت على أكتابهن يشير ولو كان عنده صول جان الحب ولكنه دليلا وكم من إنسان تراه فقيرا ضعيفا مستضعفا عزيز لنفسه عزيز لنفسه فقد يكون الإنسان مسجونا ولكنه حر وقد يكون مصفوعة ولكنه حر وقد يكون فقيرا وهو حر وقد يكون سلطانا وهو دليلا أتشاهدون حكام العرق اليوم وحكام العملاء الذين صرتهم أمريكا وفرنسا شفتوه ما ذو عندنا حكام الله ولكنهم أذلة يتحكم فيهم سفير يتحكم فيهم غفير فما بعد أن تكون حاكمة وأنت محكوم في حقيقة الأرض عندما يكون هناك رئيس دولة وهناك لبيات التعكام هي التي يتحكم فيهم وهناك جنرالات وعندما يكون عندك جنرال قوي على أبناء شعب ولكنه يأخذ الأوامر من ذلك من أمريكا والفاتقون هذا مجنرال أسد علي وفي غروبنا عامة رأينا نحن الجنرالات ورأينا الرؤساء ورأينا الكبراء في العالم العربي في العالم الإسلامي كيف يتوسون على كرامة شعوبهم وكيف ينكلون بهم وكيف يتوسونهم ولكنهم ماذا؟ عند الغرب وعند فرنسا وعند ككذا تجدهم ماذا؟ متأتئي الرؤوس إذن في الحرية ليس معنا سلطة منصب لا ويقول في الحديث شكنا بي صلى الله عليه وسلم ورب عبد المجمو ماذا ذو دمرين مجموعة من أبواب لو أقسم الله إلى أبواب ومنه مضراء من العازل الصحابة إذن في العبرة ليست بالمنصب ليس كل إنسان في المنصب ووحيد قد يكون صاحب المنصب هو مذلو وعين نجربك لا تخون نعمات عيون القائدين وعين نجربك لا تخون